دخلت التمثيل بي عام 2014 وقت اختارك المخرج التونسي الراحل شوق المجري للمشاركة بمسلسل حلوة الروح بعد شاركت والدك بمسلسل نبتدي منين الحكاية قدي كان صعب توقف قدام فنان عالمي يعني انت واقف فيه قدامه بالبيت أكيد لأنه حتي سمعك كم كلمة بس قدامه بالتمثيل شوف لك ما بعرف هي بجوز عادة جواتي أنا ما بحمل الأمور كثير لأنه بعتقد لما تبلش تتركب براسك مفردات كبيرة ومصطلحات كبيرة بتصير بتوقع بتصير بتخاف أكتر تجردت من هذا المفهوم؟ نوعا ما نوعا ما هلأ شوف لألك ياها بصراحة يعني في تجارب عملتها هي لحتى أعملها ولكن إذا بتجي هلأ لقلي بتقلي شو الشي اللي أنت كنت حابه فيه بقلك بجوز أسباب جدا سطحية أولية مبدئية بالنسبة للتجربة ما في كان تفكير بمعنى أنه اليوم بقلك أنه جزء من دخولي لعالم التمثيل هو فهم آلية الممثل لكي استطيع أن أدير الممثل بالطريقة اللي بلاقيها مناسبة للمشهد أو إلى آخر هلأ بتقل لي حبيت حالك بالتجارب بقلك بصراحة لا يعني يفتون بي التمثيل التمثيل مو بكل الأدوار اللي عملتها يعني أنا بقلك من كل الأدوار اللي عملتها بجوز معتصم هو أكتر شخصية لأنه ورقيا هي ناضجة بقابلي مع السيد آدم تماما بمقابلي مع السيد آدم لأنه كان في نص يقدر يخليك تقول يعني يقدر يخلي في تطوير الشخصية عم يصير في إلى آخره هاي الأمور أنت بتخليك تلاقي حالك ومفرداتك الممثل أما لما تكون بمكان ما عم بتأدي دور ورقيا هو مانو خادمك بالدرجة الأولى سديني ما بتكون نتيجة على مستوى الناس اللي هي بتشوفه بعدين الشخصيات اللي نجحت باعتقادي هي مجهود يكمن في أنه الورق يحمل دائما غناصر جاذبة محتوى مختلفة لحتى المشاهد يدري تلقاها بنبتدي من الحكاية قدمت في دور شراب برجع على سوريا أنها دراسته طالب يشبهك هذا الشخص والله ما كتير لا هو كتير مش باني يزبناك تحكي على المستوى المستوى يعني الحكاية الشخصي ولكن أنا كنت كتير متشنج بوقتها يعني أنا بتذكر أنه اللي بتدي من الحكاية بصراحة للأمانة طبعا متوجه بالشكر لستاذ سيف سباعي وقتا كنا هذا أول تجربة اللي بالتمثيل كانت فعليا أصدي على مساحة معينة كنت ساتني كتير مجدود كتير عم فكر بتفاصيل البادي لانجوج وكيف دي حرك إيدي ومين دي حط إيدي وشلوم دي عاود وشو الظهري جالس يعني كل هاي التفاصيل يلي هي فجأة مع الوقت الممثل بتتحول عنده هي لأشياء داخلية ومع عادي يفكر فيها بصير بيفكر بشي تاني عاربت فهي التفاصيل كانت ساتم سيطرة على العقلي مسيطرة على رأسي عملتلي تنشن معين فهلا سواء حبوا الناس أو ما حبوا أو في ناس مجموعة حبت أو كذا بالنسبة لي على الصعيد الشخصي كان التجربة لازم تصير لأنه هي عرفتني على معنى لغة الجسد وكيفية إدارة لغة الجسد بالأحرى مع مقول أني أنا اليوم ضليع فيها بشكل كلي ولكن بقلك أنه اليوم أنا بقدر شوفها وبقدر قيمها وبقدر حسنها إذا بدك كمخرج إذا كممثل وهلأ كمخرج يعيش أصد حب عشان أصد حب بحياتك؟ تماما أكيد أصص هلأ هلأ حاليا أكيد هلأ شوف نحن أعتقد لحما شخصيات شوف لك شئنا أم أبينا نحن شخصيات إذا وخاصة أعتقد الفنان بالضرورة إذا ما بيعرف يحب في مشكلة ما بيعرف يعمل شي منيح ما بيعرف يعمل شي عن الحب إذا بدك اليوم أغلب قصص الحب اللي ناشحة اللي بتشوفها أنت بأفلام أو بمسلسلات تطلع على الباك هستيري تبع المخرج عروف إذا هو قديش هو عن جد بيآمن بفكرة الحب قديش هو عن جد شايفها وبيعرفها ومجربة فهو على هذا الأساس بتطلع هي حقيقة على التلفزيون مصيحب مرة واحدة مو عدة علاقات لا لا شوف أنا لقلك شغلة هي القصة إلا علاقة قلتلك بآلية الزمن شو بيحكم عليك وشو بيفرض عليك يعني اليوم نحنا أنت بتفوت بتجربة وهي التجربة قد تكون بالمرأة الأولى شايفة أنه هي تجربة صحيحة ومية بالمية أنت رايح باتجاه للشي الصح اللي عم تعمله بحياتك بجوز تكتشف بعد فترة أنه أنت مو أنه غلط أو شي بس ولكن في مصطلحات وفي مفاهيم وفي مفردات غابت عن ذهنيتك أثناء يعني لأنك حصلت بقلب الطبخة جوا عرفت أنت ما انتبهت شو عم تصير لما تطلع منها وبتشوفها من برة لا أعتقد بتحكمها بطريقة منطقية أكتر ومتعلم من تجربة نعم طبعا البعض بيقول أنه فنان ووسيم وجميل هذه الوسامة اليوم هي شرط ومعيار لنجم نعمل نجم حقيقي وهلأ في معايير كتير وفي أسماء طلعت لأنه حلوة تمام سوسي الشباب عم نحكي مفهوم أعتقد هي فكرة الوسامة والجمال هو موجود بكثرة إذا بدك وخاصة للأمانة بمنطقة سوريا ولبنان وحتى هلأ بمصر في شباب طالعين كمان جداد كاريزمتك أكتر من فكرة الجمال نعم أعتقد أنه ايه هو عنصر جذب أولي يعني مثل ما كنا عم نحكي قبل شوية أنت بتوقف عنده أكيد نعم ولكن قديش هذا العنصر الجذب قدران يضل ويخليك الضاين قبل ما تقلب أعرفت شو هي الشرطية إذا بدك يلي هي نوعا هو شرط لكن مو أساسي أكيد مو أساسي يعني في موثلين أبدعه ولكن ما عنده هذا الجانب الجمال والوسامي بالتأكيد في موثلين وما رح نذكر أسماء مشان هلأ يعني ما يفكروا أنه عم نحكي على اليوم بطريقة سلبية للأسف يعني بالعكس بدالما نكون عم نقول أنه هذا الشيء ميح تماما مبين كأنه عم نكسر ما ديفهم لا بالعكس في موثلين للأمانة لعبوا على شكلهم إذا بدك عملوا كاركتر ليصير ليتحول مع المشاهد ليصيروا يتبنوا معه كل لحظة وكل حالة وإلى آخرية ولكن أعتقد أن الممثل بالدرجة الأولى قبل ما يكون شكل هو عين إذا عين الممثل حقيقية ونظيفة أنت بتقدر تأخذ مننا اللي بدك يا اليوم في ممثلين خلينا هيك نقول مثلا دانيل دي لويس خلينا نجيب مثال من برة مش هم لاحكي عن هون عندك دانيل دي لويس على سبيل المثال هو عين هو بالدرجة الأولى بعيدا عن الكاريزمة الرهيبة الموجودة بوشو ولكن في عندك عين ممثل لما تأخذ له medium close up أو close up أو extreme close up أنت عم تشوف عين ممثل قدامك عم تنبض بالحياة وعم تقل لك المونولوج قبل ما يطلع عرفت شو قصدي مين في عندنا سوري عين كتار أكيد كتار مثلا ممثلي والله بخاف عد صير بيّن كأني عم ممثل عالم وما عد عالم بس أنه أكيد يعني يعني النجوم الكبار كلهم الأسادزة الكبار وما بحب كلمة النجوم بصراحة بحب فكرة الممثل أكتر دلي تعمل معهم باص الخياط عبد المنعم عمايري ناصد الرواس كلهم كلهم كانوا عندهم يعني في شي بالعين انت شوف لما بتعيد التك مرة وثنتين وثلاثة للأمانة وخاصة بقيد مجهول كنا كل مشهد عم ينعاد تقريبا شيء أربع خمس مرات في مشاهد وسطة للـ 12 إعادة لحتى ناخد التك الكتير حقيقي من الممثل عرفت الممثل هو مو شايف حاله أنت شايفه فأنت فعليا أنت العين يلي بدت تاخد الأحسن شي منه أرى شو أصدي وخلينا نقول نكون هيك صريحين بشي أنه أنت بالآخر كمخرج أنت المشاهد الأول أنت أول واحد نحط دامو مونيتور فأنت أول واحد بده يقول حلو ولا لا أو مريح ولا لا أو في مشاكل أو لا أو 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 هذا كله يتعلق لتلك بفكرة إدارة الممثل وأنك توصل معنا نتيجة دائما تكون أفضل اشتركوا في القناة